من أرض واد الرافدين عرف العالم أسس الدولة والقوانين باعتبار العراق أول من وضعها وبلور قواعد احترام العقل والعلم وانطلاقا من كل هذا جاء خطاب المرجعية ليعيد الألقى للدولة التي ازدهرت عصورا مركزا على حصر السلاح بياد الدولة وبناء جيش قوي على أسس مهنية ووطنية ولاؤه للعراق فكلتا النقطتين مهمتين فالقوات الأمنية بجميع صنوفها يجب أن تبنى وفق أسس مهنية الرصينة ولا أغالى الوطن تحمي نظامه السياسي المنبعث عن إرادة الشعب التأكيد على ما سبق ذكره من ضرورة أن يكون بناء الجيش وسائل القوات المسلحة العراقية وفق أسس مهنية رصينة بحيث يكون ولاؤها للوطن تحمي نظامه السياسي المنبعث عن إرادة الشعب وفق الأطر الدستورية والقانونية النقطة المهمة الأخرى التي ركزت عليها المرجعية السلاح المنفلت باعتباره حكاية ومعضلة مريرة ومعقدة بحاجة إلى إرادة وطنية وقرارات شجاعة وحازمة لإنقاذ البلاد من الفوضى وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان ضرورة أن يخضع السلاح كل السلاح لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان إن استقرار البلد والمحافظة على السلم الأهلي فيه رهن بتحقيق هذا الأمر وعزى مختصون في المجال الأمني والاستخبارتي أسباب انتشار السلاح بين مكونات العراق إلى ضعف الدولة وتشتت النظام السياسي في الداخل السلاح في العراق منتشار عبر ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول هو السلاح الفردي الذي تمتلكه المجموعة للتحقيق أمنها في ظل غياب الأمن أو سلطة قوة الدولة وأيضا هناك سلاح تمتلك الإصابات المنفردة أو الإصابات الجريمة المنظمة وأيضا سلاح تمتلك الجماعات المسلحة عملية حصر السلاح بيد الدولة تستلزم أموال كثيرة وعقيدة راسخة وتنازلات كبيرة من قبل القوى السياسية على أن يترك جيشه يكون هو خادما وحاميا للوطن لا أن يدافع المواطن عن نفسه ويكتنزي السلاح فيتكون الأسلحة منتشرة بيدها داوتا ويؤكد مراقبون ضرورة إعادة هيكلة القوات الأمنية كما يتفقون على أن حصر السلاح بيد الدولة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية وهو مؤشر على قدرة الدولة في فرض القانون ومنع المظاهر المسلحة وعدم تأثرها بضغوط الإقليمية